اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما في شي واضح ترطيش حكي اصبح انا رح قلك بشكل واضح ما صار اي شي ما قدر تحله بما انو تركي ابنك ما رح قلك خليك يعنا قعدت منيح بكفي ما في داعي تعز بي حالك بالاساس كنت نازي على غرفتي بدك تمشي؟ دقيقة اللي جبلك شانتايتك من جوة يلا بشوفكن مع السلامة يا روحي خاطرك حبيبتي لو سمحتي لا تقديلوا العدنان خليوني حلوة بين بعضن خلصنا بقى تفضلي شكرا ما شفتو العدنان سلميلي عليك تعالي نروح على الورشة بتشوفي وبتروحي عدنان بايك مانو بالورشة يا خانم هو ولميس خانم قاعدين بغرفة الموسيقى بلا ما ازعجو هلا بكل احوال ما سرح نلتقي يلا بشوفكن مع السلامة خليني شوفك بس انا طول عام اجي انتو طلوا علي خلص اكيد مع السلامة برسي لنيهاد موفقين بيوصل حبيبتي سلميلي علي نهاد وبركيله عني شكرا حياتي هلا بيجي أطعتكم بعد شوي بيجي ما رح تستني كتير لتصدقي كلامي شفتي بعيونك باحد اقلك عمت انفرد بجوزك كتير من ورا البواب المسكرة حاش تتبلي العالم ماما دائما بيعملوا هيك اجتماعات مشان البيت ما في داعي تضغطي على حالك بس منشان تكذبيني اهم موضوع اليوم كان لازم يكون الاجتماع مع لميس خانم حتى انه غطت على نجاح نهاد كمان لا تتغابي انتبهي منيح من هاي المرة ما قدرت اخد لا حق ولا باطل كون ما تطمن ولا تشغل بالك بالشي يعني ما في مشكلة الامن مستتب كنت مفكر اني احكي معك بس مشان رايحك شوي بسيطة افرحت كتير لانه ما في اي مشكلة بس اذا صار اي شي من اليوم ورايح رجاء انت خبريني فورا بلا ما تتراكم الشغلات الصغيرة وتصير ما الى حل هالشي ما راح يصير بنوب كون متطمن بشكرك كتير انا اساسا يلي لازم اشكرك اهتمامك براحتي دعمك الي عم يعطيني السقة الزايدة ما عد في داعي يقولك وذكرك قديش انت مهمة بالنسبة لألنا وبدنا راحتك زوجتي امانتك بولادنا في اكبر من هالشي وانتي الشخص الوحيد اللي بقى منك عليه هون وعيوني مغمضة انا اصدي اقول انه هاي المسئولية لقلك بوجودي وغيابي لانه متأكد انا راح تتحمليها بكل حب اخدت كتير من نواتك انا بالخدمة ها ها هم شكراً لديك كاتيا؟ كاتيا؟ أف، ما عم لاقيها بنوم ترجمة نانسي قنقر شكراً لديك